طيب، الإيه اللي بيخلي الـ LDL ده بيسبب مشاكل في جسم الإنسان نتيجة ارتفاع السكر والسكريات اللي هي حتى لو مريض مش مريض سكر ممكن بيارتفع السكر لفترة معينة ده بيعمل التهابات وبيغير من طبيعة الـ LDL وقومة إنسورين بيغير طبيعة الجسم وزيادة الـ LDL وزيادة الـ LDL زيادات جلدية، تصبغات، يعني بيحصل حياة كتير في شكل الجسم فـ LDL ده بيبدأ هو والكوليسترول يترصب فيه الجدر بتاعة الشرايين ويؤدي إلى إنسدادات ويترتب عليها مستقبلاً سكتات قلبية وسكتات دماغية وجلطات وتصلب الشرايين وابتفاع ضغط الدم وفي نفس الوقت الـ HDL الـ HDL اللي احنا بيقوله عليه الكوليسترول النافع اللي هو زي ما بنقول إنه هو بيبدأ يجمع الكوليسترول الزائد عن حاجة الجسم وبيبقى حامل لبعض الفيتامينز والمكونات المهمة لجسم الإنسان طبعاً نقصه خلاص ده بيؤدي إلى المشاكل وبيؤدي لزيادة نسب الإصابة بأمراض القلب في مقابل ونسبته مع الـ LDL هي الأهم في الموضوع يعني إحنا النسب بتاعة الكوليستيرول ونسب الـ HDL مقارنة بالـ LDL دي النسب دي كلها مهمة في تحديد الإنسان حيبدأ يصاب بمشاكل في القلب ولا ما فيه عواب الخطورة معينة مثلاً لو كان مدخن هذا الشخص أو مصاب بارتفاع ضغط الدم أو غيره دي بتعظم أو بتكتر شوية من فرص الإصابة لقدر الله بالجلطات أو السكتات الدماغية طبعاً يعني هو طبعاً فيه حاجة اسمها متلازمة الإيد أو الميتابوليك سندروم اللي بيبقى فيها الدهون السلسية عالية والضغط والسكر يعني المريض بيبقى عن قوي الـ HDL بيبقى قليل طبعاً التدخين العادات الغذائية السيئة دي رقم واحد يمكن تيجي في المقدمة عدم ممارسة الرياضة والمجهود البدني كل العوامل دي بتؤدي أن الإنسان يبقى عرضة لإصابة بأمراض القلب والكوليسترول يعني الكوليسترول يبدأ يبقى يعني مهدد لصحته وخاصة نركز على قصة عدم ممارسة الرياضة لأنه واحد من سبل العلاج أن الرياضة في حد ذاتها اليومية ممكن بتقدي إلى ضبط مستويات الكوليسترول في الدم